بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تُحدِّث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف رحمهم الله وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس وتتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وقال مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني يطلع منها القيء هو خروج الشيء تقيء الأرض أفلاذ كبدها أي تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة مثل العمود من الذهب والفضة الأرض ترمي ما في بطنها مثل الأعمداء من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت أي من أجل هذا من أجل الدنيا قتلت ويجيء القاطع لرحمه فيقول في هذا قطعت رحمي أي من أجل هذا المال قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه يتركونه فلا يأخذون منه شيئا فعلينا أن نتق الله ونحذر المعاصي اللهم اغفر لنا وتجاوذ عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقوله تعالى وقال الإنسان ما لها أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهر اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها الأرض تتكلم بما عمل العاملون على ظهرها قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك وقال الترمذي رحمه الله وأبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله واللفظ له حدثنا سويد ابن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد ابن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها اللهم اغفر لنا وارحمنا الأرض شاهد لنا وعلينا فعلينا أن نتق الله ونكثر من الطاعات ونتوب لله من السيئات اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واسترنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب وفي معجم الطبران رحمه الله من حديث ابن الهيع حدثنا الحارث ابن يزيد سمع ربيعة الجرش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفَّظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة فعلينا أن نتق الله ونكثر من الطاعات ونتوب لله من السيئة اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلماء قال المعلق قال الهيثمي رحمه الله في المجمع وفيه ابن الهيع وهو ضعيف إنما الآية صريحة يومئذ تحدث أخبارها وقوله بأن ربك أوحى لها قال البخاري رحمه الله أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد يعني معنى هذه الكلمات واحد وكذا وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه أوحى لها أي أوحى إليها والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها وقال شبيب ابن بشر أن اكرم عن ابن عباس رضي الله عنه يومئذ تحدث أخبارها قال قال لها ربها قولي فقالت قال مجاهد رحمه الله أوحى لها أي أمرها وقال القرض رحمه الله أمرها أن تنشق عنهم وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتات أن يرجعون عن مواقف الحساب أشتات أي أنواع وأصناف ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النقر اللهم اجعلنا سعداء من أهل الجنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن جريد رحمه الله يتصدعون أشتات فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السد رحمه الله أشتات فرقا وقوله تعالى ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه بالدنيا من خير وشر ولهذا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فعلينا أن نكثر من الصالحات ونتوب لله من السيئة اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل ابن عبد الله حدثني مالك عن يزيد ابن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها أي ربط الخيل في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لأذاء كلمة الله ونصر دينه فأطال طيالها أي أطال حبلها في مرج أو روض مرض فيها نبات فما أصابت في طيالها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات ما أكلت من الكلأ كان له حسنات لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله ولو أنها قطعت طيالها أي حبلها فاستنت أي علت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواسها حسنات له لأنه ربطها للجهاد في سبيل الله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي وهي لذلك الرجل أجر الثاني ورجل ربطها تغنياً يعني استغناءاً عن الناس وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها يعني إذا استعار إنسان أو احتاج يعطيه فهي له ستر الثالث ورجل ربطها فخراً أي كبراً وريان ونواء أي عداوة لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر نعوذ بالله فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمار فقال ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شريرة ورواه مسلم رحمه الله من حديث زيد بن أسلم به رحمه الله ورحمه الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصع ابن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقرأ عليه فمن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى قال حسبي أن يكفيني هذا العلم لا أبالي لا أسمع غيرها فهي عامة شاملة فينبغي لنا أن نكثر من العمل الخيري ونبتعد عن الشر ونتوب لله جل جلاله وهكذا رواه النساء رحمه الله في التفسير عن إبراهيم بن يونس ابن محمد المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال حدثنا صعصع عم الفرزدق فذكره رضي الله عنه وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عدي رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة اتقوا النار ولو أن تتصدقوا بتمر بنص التمر وهو بكلمة طيبة تكلم أخاك المسلم بكلام طيب تدخل عليه السرور هذا فيه أجر وفي الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه من بسط لا تحتقر شيء من العمل الصالح مهما كان صغيرا اعمل صالحا لا تستصغر العمل الصالح لا تحقرن أي لا تستصغرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي إذا كنت على بئر تخرج الماء فإذا جاء محتاج أطهي من الماء الله يثيبك على ذلك ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه من بسط إذا لقيت أخاك المسلم تظهر السرور أمامه الله يثيبك على ذلك وبالصحيح أيضا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشات يعني ظلفها النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء المؤمنات أن لا تحتقر المرأة أن تهدي لجارتها ولو ظلف شات وفي الحديث الآخر ردوا السائل ولو بظلف محرق ولو بظلف شات محرق وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجايع مسدها من الشعبان من الشبعان تفرد به أحمد يعني تصدق يعني تصدق ولو بنصف تمرة فنصف التمرة لها شأن عند الجايع يعني تسد جوعه ورؤي عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبه حب عنب فإعمل الخير ولو كان يسيرا وقالت كم فيها من مثقال ذرة هذه العنبة كم فيها من مثقال ذرة كثير فهكذا يعمل المسلم العمل الصالح ولا يحتقر شيئا وقال أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر حدثنا سعيد بن مسلم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير حدثني عوف بن مالك حدثني عوف بن الحارث بن الطفير أن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب يعني اجتني بي صغائر الذنوب فإن لها من الله طالب لا تقل هذه صغيرة وتستسهل لا احذر الصغائر الذنوب فإن الله يطالب بها إياك ومحقرات الذنوب أي صغائر الذنوب فإن لها من الله طالب اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رحم الراحمين ورواه النساء وابن ماجا رحمهم الله من حديث سعيد بن مسلم ابن بانك به فقال ابن جرير رحمه الله حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيثم ابن الربيع حدثنا سماك ابن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فرفع فرفع أبو بكر يده يعني من الطعام وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال يا أبو بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر يعني إذا أصابك شيء من المصائب والبلاء فهذا تكفير لسيئاتك ما رأيت في الدنيا مما تكره يعني من المصائب فبمثاقيل ذر الشر أي يكفر الله به صغار الذنوب ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة فالمصائب والأحزان يكفر الله بها ذنوب المؤمن اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين قال المعلق ورواه الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط من طريق ياب الخطاب به وقال لم يربه عن أيوب إلا سماك ولا عنه إلا الهيثم تفرد به زيادة قلت الهيثم من الربيع ضعيف في سنده راو ضعيف وقول الله صريح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى اللهم اغفر لنا واعفو عنا ورواه ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه عن أبي الخطاب به ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب قال في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أي الحديث السابق ورواه أيضا عن يعقوب عن ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر رضي الله عنه وذكره يعني الحديث المتقدم طريق أخرى قال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى رضي الله عنه حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر قال يبكيني هذه السورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم يعني معناه أن الإنسان ما يسلم من الخطأ فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله حديث آخر قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن ابن محمد ابن المغيرة المعروف بعلان المصري قال حدثنا عمر بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره قلت يا رسول الله إني لراء عملي قال نعم قلت تلك الكبار الكبار قال نعم قلت والصغار الصغار قال نعم قلت واثك لأمي أي ضي فقدتني أمي قال أبشر يا سعيد فإن الحسنة بأشر أمثالها يعني إلى يعني إلى سبع من التضاف ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يغفر الله ولن ينجو أحد منكم بعمله قلت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة قال أبو زرعة لم يروي هذا غير ابن الله على كل دخول الجنة برحمة الله لا بعملنا فنحن مهما عملنا فعملنا قليل لكن دخول الجنة برحمة الله ولكن الله عز وإذا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يحذرون المعاصي ويعملون الواجبات وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فهذا به ينال العبد رحمة الله فعلينا أن نتق الله ونؤدي الزكاة ونحافظ على الفرائض ونجتنب المعاصي فسأكتبها أي الرحمة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللهم صلى على محمد وآله وسلم اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي يعطوه فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمر والكسر والجوز ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء يعني هذا شيء قليل إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشبه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم الله عز وجل فرغبهم في القليل من الخير فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن أصغر النبل خيرا يره يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنا عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة يضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشر ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة اللهم وفقنا لعمل الصالح واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب يعني احذروا صغائر الذنوب فإنهن يجتمعنا على الرجل حتى يهلك الصغائر تجتمع على الإنسان فتهلك فيجب أن نحذر المعاصي كلها ونستغفر الله اللهم وفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم أي حضر وقت طبخ الطعام فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود أي حطب والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأندجوا ما قذفوا فيها أي طبخ الطعام فهكذا صغيرة 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 تهلكك اللهم وفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قال ابن كثير رحمه الله يقسم تعالى بالخيل الله يقسم بالخيل إذا أجريت في سبيله أي في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فعدت أي جرت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعد الضبح هو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعد حين تجري فالموريات قدحة يعني استكاك نعالها للصهر فتقدح منه النار الخيل تجري على الصهرة فيتقد النار بسبب جريان الخيل على الصهر فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح تغير على الكفار للجهاد في سبيل الله وقت الصباح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا فإن سمع أذانا وإلا أغار إذا هجم على الكفار إن سمع أذان كف عنهم لأن هذا الدليل على إسلامهم وإذا لم يسمع أذان هجم عليهم وقوله تعالى فأثرنا به نقع يعني غبارا في مكان معترك الخيوة الخيول يعني الخيول تجري فيرتفع الغبار بذلك فوسطن به جمع أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع للجهاد في سبيل الله قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحا قال الإبل وقال علي هي الإبل وقال ابن عباس رضي الله عنه ما هي الخيل فبلغ علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر قال ابن عباس رضي الله عنه إنما كان ذلك في سرية بعثة يعني قطعة من الجيش بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها خيل قال ابن أبي حاتم رحمه الله وابن جرير رحمه الله حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أخبرني أبو صهر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حدث قال بين أنا في الحجر أي في حجر الكعبة جالسا جاءني رجل فسألني فسألني عن العاديات ضبحا وقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمدم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال الخيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال تفت الناس بما لا علم لك والله لئن كان أول غذوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان أي اثنان من الخيل فرس للزبير رضي الله عنه وفرس للمقداد رضي الله عنه فكيف تكون العاديات الضبحا إنما العاديات الضبحا من عرفة إلى المذدلفة يعني في الحج ومن المذدلفة إلى ميناء قال ابن عباس رضي الله عنهما فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه إنما العاديات ضبحا من عرفا إلى المذدلفة فإذا أووا إلى المذدلفة أوروا النيران يعني أوقدوا النيران للطعام وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الخيل وقد قال بقول علي رضي الله عنه إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس رضي الله عنه ما آخرون منهم مجاهد وإكرم وعطاء وقتاد والضحاك واختاره ابن جرير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنه ما وعطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب الضبح هو الصوت الذي يخرج من صدر الحيوان عندما يجري فالضبح إنما يكون من فرس أو من كلب وقال ابن جرير عن عطاء سميت بن عباس رضي الله عنه ما يصف الضبح أح أح يعني الصوت الذي يخرج من صدر الفرس وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قد حى يعني بحوافرها يعني الخيل تضرب بحوافرها فيخرج النار من الحجارة وقيل أسعرت الحرب بين ركبانهن قاله قتاد أسعرنا الحرب بين ركبانهن قاله قتاد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله فالموريات قد حى يعني مكر الرجال في الجهاد في سبيل الله وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل وقال من فسرها بالخيل هو إيقاد النار بالمزدرفة وقال ابن جرير رحمه الله والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها وقوله تعالى فالمغيرات صبحا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاد يعني إغالة الخيل صبحا في سبيل الله تهجم على العدو صباحا في سبيل الله وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدرفة إلى ميناء وقالوا كلهم في قوله فأثرنا به نقاء هو المكان الذي إذا حلت فيه أثالت به الغبار إما في حج أو غزو وقوله عز وجل فوسطن به جمع قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وقتاد والضحاك يعني جمع الكفار من العدو يعني الخيول وسط وسط الكفار للجهاد في سبيل الله ويحتمل أن يكون فوسطنا بذلك المكان جميعهم ويكون جمعا منصوب على الحال المؤكدة وقد روى أبو بكر للبزار رحمه الله هاهنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا يعني غابت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت والعاديات ضبحت ضبحت بأرجلها فالموريات قدحا قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارة فالمغيرات صبها صبحت القوم بغارة فأثرن به نقا أثارت بحوافرها التراب فوسطنا به جماء قال صبحت القوم جميعا وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود هذا هو المقسم عليه بمعنى إنه لنعم ربه لجحود كفور نعوذ بالله فعلينا أن نشكر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإبراهيم النخي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحاء وسائد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتاد والربيع بن أنس وابن الزيد الكنود الكفور يعني الكفر نعم الله نعوذ بالله اللهم ثبتنا على الإيمان وجعلنا من الشاكري قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه الكنود يعد المصائب وينسى النعم فالواجب على المسلم أن يصبر ويشكر الله وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود قال الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك أي ضعيف جدا فهذا إسناد ضعيف وقد رواه ابن جرير رحمه الله أيضا من حدث حريز ابن عثمان عن حمزة ابن هانة عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفا أي من قوله وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد قال قتاد والتفيان الثور رحمهم الله وإن الله على ذلك لشهيد أي على العبد ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله محمد بن كعب القرضي فيكون تقديره وإن الإنسان على كونوده على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه بأقواله وأفعاله اللهم اجعلنا من الشاكرين وقوله تعالى كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما ذال كفار كفروا بالله والأياذ بالله وقوله وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد وفيه مذهبان أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال أي الإنسان والثاني وإنه لحريص بخير من محبة المال وكلاهما صحيح ثم قال تعالى مزهداً في الدنيا ومرغباً في الآخرة ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أخرج ما فيها من الأموال وحُصّل ما في الصدور قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون مجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى قال الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله صفحة مئة سبعة وسبعين صفحة مئة سبعة وسبعين ما ورد من الحث الترغيب على قراءة القرآن الكريم يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب يستحب للمسلم أن يحفظ القرآن غيبا والإكثار من تلاوته كل وقت لأن تلاوته من أفضل العبادات تلاوة القرآن من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات وفيها أجر وفيها أجر عظيم تلاوة القرآن فيها أجر عظيم وثواب جسيم من المولى الكريم جل جلاله ولا سيما في شهر رمضان قال الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر والإيمان والعمل اللهم وفقنا لذلك وأخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانيا فقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل جلاله وعن عثمان بن عفان رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس من تعلم القرآن وعلمه اللهم وفقنا لذلك رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني يقرأه قراءة جيدة مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة عليه مستلاء والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاك له أجراء رواه البخاري رحمه الله فينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم وعن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم القرآن يشفع للمؤمن يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب يعني وعاء محشو مسكا أي مملوء مسك تفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك رواه الترمذي والنساء وابن ماجة رحمهم الله فعلينا فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم وتدبره اللهم وفقنا لذلك ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة هي نوع من الفواكه من حمضيات نوع من الفواكه من الحمضيات يعني كالبرتقال ونحو ذلك ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر لا ريح لها وطعمها طيب حلو لأنه يؤمن بالقرآن العظيم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر لأن المنافق قلبه نجس نعياذ بالله ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نبت من النبات ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم رحمهم الله فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر اللهم وفقنا لذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وهذا حرام وأما هذا الغبطة معنى هذا الغبطة يعني تتمنى أن يعطيك الله من الخير مثل ما أعطى فلان ولا تتمنى زوالها عنه لا تتمنى زوالها عنه ولكن تطلب من الله أن يعطيك مثله رجل آتاه الله القرآن فهو به آناء الليل وأطراف وآناء النهار يعني يتلوه ساعات الليل وساعات النهار فلك أن تتمنى أن يعطيك الله مثله فتعمل كعمري ورجل تعلم علما وهو يعلم الناس منه فلك أن تتمنى أن يعلمك الله فتعلم الناس رواه البخاري ومسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرباء فعلى المسلم أن يتعلم من القرآن قدر ما يستطيع إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترميذي رحمه الله وقال حديث حسن فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام وتقبل منا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات أخرج البخاري في صحيحه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو بينما أسيد بن حضير رضي الله عنه هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس أي كادت أن تفر فسكت عن القراءة فسكنت الفرس فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى وله ولد اسمه يحيى قريبا منها أي قريبا من الفرس فأشفق أي خاف أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة أي مثل السحاب فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدرون ماذاك قلت لا قال تلك الملائكة علم السلام دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى فالملائكة علم السلام يستمعون القرآن العظيم فالعاقل من يكثر تلاوته القرآن واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتفاق والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره كيف لا وهو القرآن الكريم أساس الفصاحة وينبوع البلاغ والبراعة فتجد الخطيب المسقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات يعني من آيات القرآن ويستمدان من عذوبة الفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما وهو القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره والتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر